اشتركوا في القناة بصفتي رئيسا للجنة الاشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة المحرق ان اعلن نتيجة الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن هذه الدائرة وذلك بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والاوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة ولجان الاقتراع في الخارج وبعد مراجعتها تبين الآتي فقد حصل كل من المرشح حمد احمد محمد صالح الكوهجي على 1368 صوت ابراهيم عبدالله يوسف الشيخ صالح آل الشيخ على 2081 صوت خوله عبدالرحيم عبدالرحمن هزيم الشامسي على 702 صوت ندى علي حسن بن شمس على 102 صوت صالح عبدالله ابراهيم السادة على 734 صوت عبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد قراطة على 1516 صوت عبدالعزيز عيسى عبدالله المناعي على 278 صوت وعليه ولعدم حصول أي من المرشحين على نسبة الأغلبية المطلقة فقد تقرر إعادة الجولة لهذه الدائرة بين كل من المرشحين ابراهيم عبدالله يوسف الشيخ صالح آل الشيخ وعبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد قراطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة